بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم مستمعين العزاء جمهورنا الكريم شوطن تل وشوطن وقمة تل وقمة هنا في هذا الانطلاق ما شاء الله من الأمس والأشواط الأشواط في معارك والتوقيتات يعني حقيقة من يوم الأمس يعني استعداد ما شاء الله للشعارات لهذه الأسامي لهذه الشعارات المتميزة ليس في هذا الميدان إنما في أي ميدان حقيقة تحضر هذه الشعارات لها الصولة ولها الجولة نحن في عالم رياضي جميل دعم متواصل من قيادتنا الرشيدة حقيقة لهذا التراث العربي لصير شوطن الثاني في مجموع هذه الأشواط شوطن الثاني في مجموع هذه الانطلاقات ولكن الشوط الأول الشوط الأول للجعدان لذا على أصحاب سمجيوه هو من يرقم من أبناء القبائل من ياس علي بن بن محمد بن سيف بن حسين العليلي يلا يا هالمشرف النقل على المركز الثاني اللي في المركز الثاني بقول هناك للطامس وشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري وفي ثالث المراكز جمر لسيف بن علي بن عبدالله النيادي وفي المركز الرابع شعار بالجافلة على ظهر مياس مبارك بن راشد بن مبارك بالجافلة الحميري وفي المركز الخامس ما شاء الله قايدهم 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 يقود التاريخ يقود التاريخ مع هذا الشعار خليفة بن محمد بن حيد المهيري هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة هكذا كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام بالوفا والتمام أشواط يعني بسمي الشواط الأول والثاني أشواط حماسية بسميها نشواط الحماس أشواط السبق أشواط الكيلو الأخير ومياس يا مياس علي بن محمد بن سيف بن حسين العليل هو من يقود هذه المسيرة حتى هذه اللحظة ولكن منه جمر 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 عينه وين عينه يبغي يغير على صدارة الشواط يا النيادي يبغي السلامات لها المدينة العين فمرحبا دائما بهذا الشعار ومالك هذا الشعار مالك حقيقة سيف بن علي بن عبد الله النيادي المركز الثالث اللي في المركز الثالث سعار سموشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم اللي هو الصنافي مضار بن علي بن واس المركز الرابع مياس مبارك بن راشد بن بارك بالجافلة وفي المركز الخامس سموشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبد الحميري هكذا كانت النتيجة اثنين كيلو مترات اثنين كيلو متر المتبقي من عمر هذا الشعود خلصنا من المهم فيبقى المألهم فيبقى الاهم يا جمر ومن يرافق جمر في هذه المسيرة من يرافق جمر في هذه المسيرة حسيف ابن علي ابن عبدالله النيادي الله يلف المركة الثاني الصنافي 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 يعني اسم اسم خطير لامع في هذا الميدان وفي اي ميدان شعر سمو شيخ احمد بن محمد ورآlden مكتوم احد شباب التواريخ احد شباب التاريخ مطار بن علي بنواس ايضا حاضر ابو علي معها الصنافي بينما مياس هناك في ثالث المراكز سلم بارك بالراشد بن بارك بالجافلة أيضا يأتي بثالث المراكز المركز الرابع الزيب وصل الزيب ولا للطام بنقول سمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد وسعيد بن عبيد الحميري وصل كم الزيب وقايدهم وصل كم الزيب وقايدهم لسيدة الزيب تعود ملكيتة سيد بن محمد بخلفان لغويس قايدهم هناك من الجانب الثاني خليفة بن محمد بن قايد الشوت 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 يعني بداية تضح الشوت الأمور في خطر الأمور في خطر يا سلام غير الصنافي نحن مشهولين هناك من الثاني والثالث والرابع والخامس ولكنها الصنافي غير مجريات الأمور غير مجريات الأمور بهذا الشعار بهذه النجمة التي يشهد لها التاريخ شعار سمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب مطار بن علي بن واس ولكن الزيب يا لغويص الزيب الزيب ذيب هذا الشوط ماشاء الله محمد بخلفان لغويص السويدي النقل على قايتهم خليفة بن محمد بن قحيدي وأول ندام على الكيلو اللقير شاهين أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة من يقدم شاهين جمر هناك على خامس المراكز سيف بن علي بن عبدالله النيادي هكذا كانت النتيجة هكذا كانت النتيجة الله 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن طيور طايرة في بداية موسم حقيقة ولكنها الجعدان مستعدة ليصعب المواقف شاهين أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة أذيب هناك من الجارب الثاني على المركز الثاني محمد مخلفان الأغويص الصنافي ثالثا المركز الرابع قايتهم خليفة بن محمد بن قحيد المهيري وفي المركز الخامس المركز الخامس شعار سموشيق أحمد بن سعيد المكتوب سيف بن خلفون هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة هكذا كانت النتيجة الذيب غير قلت لكم ذيب الشوت غير ذيب الشوت غير ولا شاهين له رأي آخر في اللحظات الأخيرة محمد بن خلفون الغويس السويدي من يخدم الذيب على المركز الأول شاهين أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة هل اكتبي الشوط الأول الشوط الأول شوط الجعدان شوط الجعدان أين المكان سوف يذهب السلام أين المكان سوف يذهب السلام يا بن حلوة قايدهم قايدهم سلام يا زعبيل سلام سلام زعبيل زعبيل سلام سلام زعبيل سلام سلام بن قحيد سلام سلام النجمة النواميس خليفة بن محمد بن قحيد جاهين ثاني مراكز أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة المركز الثالث ذيب لسيد محمد وخلفان الغويس الملقز الرابع شعار سمو الشيخ أحمد بن سعيدة مكتوب خمز مراكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب ست دقائق ستة عشر ثانية تحانينا وأنها موسي جميع الأخوة الفائزين هنا في هذا الشوط الدهاني دائما موصولة لخليفة من محمد بن قحيد بمناسبة هوس قايدهم بأول المراكد اشتركوا في القناة